حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادته أن صالحا أبا الخليل حدثه عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أم حكيمين بنت الزبير حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فنهس من كتف عندها ثم صلى وما توضأ من ذلك حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا رافع بن سلمة الأشرعي قال حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوتي خيبر وأنا سادسة ست نسوة قالت فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن معه نساء قالت فأرسل إلينا فدعينا قالت فرأينا في وجهه الغضب فقال ما أخرج كنا وبأمر من خرجتنا قلنا خرجنا معك نناول السهام ونسقي السويق ومعنا دواء للجرح ونغزل الشعر فنعين به في سبيل الله قال قمنا فانصرفنا قالت فلما فتح الله عليه خيبر أخرج لنا منها سهاما كسهام الرجال فقلت لها يا جدتي وما الذي أخرج لها كن قالت تمر ترجمة نانسي قنقر